أريد أحذر من شيء آخر مو بس الحقول المشتركة الحقول الحدودية اي احنا مع الكويت خسرنا لما صار إعادة ترسيم الحدود بسنة الثلاثة وتسعين بقرار من لجنة وهذا كان بها يعني جانب غبن كبير للعراق وأخذوا عدد من الآبار امتدوا داخل برا وامتدوا حتى على عمقصر أنا أخشى أنهم مع إيران من يصير الحديث عن إعادة ترسيم الحدود وهم ما ننسى موضوع حق الفكة بالعمارة تتذكر قبل حوالي عشر سنوات أو أقل أنه احتلوا بالرقم أربعة قالوا هذا ما أنه ولولا الصراخ اللي قمنا به لكان اخذوا واستمرت وامتدوا فإذا هذه هذه جريمة تعتبر إذا أنت تسمع بها الحقول الحدودية يجب أن تحدد بالضبط معالمة حتى إذا يصير أي حالة من إعادة ترسيم الحدود ننتبه عليه والأخطر من ذلك البحرية أنا الآن يعني فاتني أنا أذكرها بموضوع المنافذ ميناء خور العمية اللي هذا بالسبعينات صار الآن من صار قضية تآكل الجزء البري العراق من شط العرب وأن الجماعة يردون يبدلون خط التالوك ترى يا جماعة اسمعوا زين ترى ميناء خور العمية سيكون ضمن المياه الأقليمية الإيرانية وهذا شكل خطوة ولهذا مليوم البارحة هذا من سنوات محرم على الجانب العراقي أن يعيد تأهيل ميناء خور العمية ولحد الآن ليش أنا أشتغل فقط بميناء العميق وما أشتغل بخور العمية إيران ما تسمح لهم ترجمة نانسي قنقر